أصبح المواطن الإماراتي عبد الله محمد نصر الأحباب أصغر عربي يتزلج على قمتي القطبين الجنوبي والشمالي ضمن الرحلة التي بدأت في عام زايد وانتهت في عام التسامح وضح الأحباب البالغ من العمر 27 عاما أن امتداد رحلة القطب الجنوبي بين آخر شهر ديسمبر وبداية شهر يناير يعود إلى أنها رحلة جامعة بين مفاهيم عام زايد وعام التسامح تتمازج فيها القيم الداعية إلى العمل بجد ضمن روح الفريق الواحد